ننتقل الآن إلى زميل أحمد البوديري من القدس المحتلة أحمد إذن بنسبة لرد فعل إسرائيل هناك إعلان حالة تأهب القصوى عند الحدود اللبنانية السورية ضد أي فعل أو رد فعل إيراني محتمل إلى أي مدى أحمد هناك تخوف فعلا في العمق الإسرائيلي ربما من فاتح جبهتين بنسبة لبما واحدة في جنوب لبنان والثانية في غزة إذا ما تصاعد الوضع يقولون في إسرائيل بأن الضربة عاجلا أم أجلا سوف تأتي من فالق القدس ولكن كيف سوف تكون الضربة أو توقيت أو هل بالفعل سوف تكون موجعة نتفكر أنه بعد اغتيال عماد مونية كان هناك ردود من قبل حسب الله ولكن لم تكن بتلك الردود كما يمكن أن تكون متوقع أما بخصوص قطاع غزة الذي فهمناه بأن الجانب الإسرائيلي تواصل مع الفصائل الفلسطيني عبر الوسيط المصري داعيا ومهددا بطبيعة الحال بأنه لا يجب أن يكون هناك اطلاق لأي من الصوريخ الفلسطيني من حركتي الجاد الإسلامي وحماس إتجاه إسرائيل وذلك كجزء من الضربة التي يمكن يتم توجيها لإسرائيل أما ميدانيا لم يكن هناك العمل على طلب أي من قوات الاحتياط أو العمل على استدعاء مزيد من القوات الإسرائيل فقط حالة أهوب اعتيادية فقط منتزة جبل الشيخ في الجوالان السوري المحتل تم إغلاقه سياسيا بن يمين نتنياهو رجع لإسرائيل اجتمع مع عدد من القادة السياسيين والعسكريين وطبعا كان هناك تقدير موقف تم عمله في بزارة الحرب الإسرائيلية لكيفية تعاطم عافية الأزمة عدد كبير من المحللين للعسكرين وحتى المتقاعدين من الاستخبارات العسكرية كانوا يقولون بأن ما حدفه شيء إيجابي جدا هذا الرجل كان مسؤولا عن منهج وهو إحاطة إسرائيل بقواعد عسكرية إيرانية تبدأ من سوريا وطبعا قواعد العسكرية الموجودة لفيلق القدس التي تم ضربها مرارا وتكرارا ولكنها ما تزال موجودة هناك في سوريا وأيضا مصانع الصوريخ الدقيقة التي تم إنتاجها بالتعاون مع فيلق القدس وحزب الله اللبناني وطبعا دعم قوات حماس وحركة الجهاد الإسلامي ونتفكر كارين إيه ونتفكر مجموعة الشحنات من الأسلحة التي تم توريد إضافة إلى تدريب المقاتلين الفلسطينيين في طهران ودمشق في فترة سابقة ولكن هناك خشية إسرائيلية ليس من أن يكون هناك ضربة من فيلق القدس ولكن دائما خشى بتوحيد الجبهات بمعنى إسرائيل ضربت الحشد الشعبي خلال العام الماضي في عراق وبالتالي ضربت سوريا وبالتالي ضربت أيضا حزب الله في المسايرات داخل العمق اللبناني في بيروت وطبعا لن تتوقف عن ضرب قطاع غزة أكثر ما تخشى منه إسرائيل أن تتحول الضربة من ضربة ضد المنشآت الأمريكية بدل مضي قرموز وتعطيل السفن الأمريكية سفن النفط وطبيعة الحال أو في اليمن أن تكون الضربة موجهة لإسرائيل وبالتالي إسرائيل تريد أن تصر رسالة نحن لم نقم بها في الاختيال ألا في قام بالاختيال هي العملية للولايات المتحدة هي تتحمل مسؤولية نحن حلفاء وندعم موقفها ولكن إسرائيل قبل 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 ويجب أن تدافع عن الولايات المتحدة لأن العملية التي حدفتها في مصلحة الإسرائيلية أولا ثانيا إذا فشلت إسرائيل في اغتيال قسم سليماني كما حدفت في الصبر الولايات المتحدة نجحت وبالتالي الحلف الاستراتيجي العسكري وتوزيع الأدوار بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة هو الذي يلعب دورا صاحب المصلحة الكبرى في اغتيال قسم سليماني طبعا إسرائيل أكثر من تهديد المواقف الأمريكية رغم أن الولايات المتحدة هي التي قامت بتصفة قسم سليماني رسميا كما أبلغ بذلك البنتكون ولكن أخيرا إسرائيل لا تريد أن تكون هي جاذبة الضربات الارتدادية لهذه المعركة وتريد أن تنأى بنفسها أن يكون هناك تصعيد ولذلك لا يجدون لك تحليق على سبيل فهل الطيران الحرب الإسرائيلي لا يجدون لك نشر البطاريات المضادة للصواريخ الباتريوت في منطقة الجولان السوري وبالتالي يتوصل رسالة بأنها بعيدة عن المواجهة ولكن سياسيا هي تؤيد ضربة بطبيعة الحال اشتركوا في القناة